موسيقى 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 بقولك يا رافت رافت اينك عالمزرعة الثالثة لا حصل اي تحرك او شفت اي حاجة تبلغن على طول تمام سيتك فاند موسيقى 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 اللهم ان يحتسب هذا العمل عندك اللهم ان يحتسب هذا العمل عندك فاكتبوا اللهم لي في ميزان حسناتي واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كلمة عليها نحية وعليها نموت وبها نجاهد في سبيل الله وعليها نلقى الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اهلا بيكو كل سنة وانتو طيبين مرة تانية بالمناسبة لمشهد ده اقولك انه مش هتستوعب الشعور اللي بيبقى جوه الزباط والمجندين وحاجات زي كده غير لو انت فعلا في مرحلة او في لحظة من اللحظات حياتك تعرضت لخطورة داهمة تهدد حياتك لأ وبالمناسبة يعني مش مثلا حانسة عربية بعد الشرع للجميع على الصحراء حاجة شبه دي فدي ما يقدرهاش ولا يستوعبها غير الناس اللي تعرضت لده جدا لانت بتحس ان انت اي بقى خلاص يعني كم ادرانالين عمال نسبته عمالة بتزيد في دمك ضربات قلب سريعة جدا مش عارف ايه طبعا اول حاجة هتحصل ان في حد هيتفزلك قولي وانت ايش دراك هقولك انا حضرت حضرت مين انا جو حربين مرة في سوريا ومرة في ليبيا وشفت دا يعني كنت واقف في هذا الموقف اللي كتب هذه المشاهد اللي كتب هذا الحوار اللي قاعد يفكر فيه الشعور اللي المفروض يبقى جوه عمر يوسف وجوه الابطال بتوع العمل لازم يكون فيه عنده مخزون كبير جدا مش بالضرورة يكون اتعرض لشيء لكن يكون عنده مخزون مزهل عشان يوصل لك الاحساس اللي انت حاسد بيه وانت في البيت قالوني ارحب بهذا الرجل اللي قدم لنا ملحمة وبطولة عظيمة اسمها الكتيبة 101 اياد صالح منور نا نورك عامل ايه الحمد لله طبا بما انك رجل تكتب وبالتالي انت رجل حكاء انا عايزك تحكي لي الحدوتة من اول كان يا مكان لحد ما توتا توتا بتاعة اللحظة اللي احنا فيه انا يا حدوتا يا حدوتة اياد ايه اللي دخلك ما بين الكتابة وبعدين انا مكنتش عارف لكن عارفت واحنا بنتكلم دلوقتي انك انت شاركت فيه صناعة برنامج صاحبة السعادة في بداياته وانطلقاته الاولى وده في حد ذاته اصلا يا بختك او انا اشتغلت مع ست اسعاد في حد ذاتها ويا بختك بان انت شاركت في صناعة واحد من اهم ومن اجمل ومن انجح برامج الوطن العربي بالكامل حكيني الحدوتة من البداية عمي اياد انا خريك كورية اعلام جامعة القاهرة او بدأت حياتي كشغل ان انا اشتغلت مساعد مخرج او كان عندي ساعتشار سنة سنة 2005 او ويمكن المفارقة ان انا اول مساعدة اللي اشتغلت فيه كمساعد مخرج تاسع كان العميل الف واحد اللي هي قصة من قصص المخابرات العامة المصرية كان بطولة مصطفى شعبان واخراج شيرين عادل وعدت الفترة بشتغل كمساعد مخرج في الفترة دي كنت بكتب بكتب كهواية بكتب في مجلات بكتب قصص كنت شايف ان انا عايز اشتغل اكتر في الاخراج اكتر من الكتابة حتى لما ابتديت اخرج افلام وثائقية فعدت الفترة بخرج افلام وثائقية جنب شغلي كمساعد مخرج جنب الكتابة كهواية لحد 2010 لما ابتديت اكتب اعمال في ورش كتابة لأعمال مختلفة من بعد 2011 ابتديت اشتغل اكتر في الكتابة فكانت البداية مع البرامج وكان بيستهويني فكرة ان انا اشتغل على انا عندي تجربة كبيرة مع الاخراج تجربة مع الافلام الوثائقية وتجربة مع الكتابة فكنت مهتم بفرمات البرامج يعني صناعة الفرمات بتاع البرامج اكتر من كتابة حلقات البرامج اللي هو ازاي يبقى عندنا زي ما بيقولوا بايفل لشكل البرامج فتركز في ده وعملت ساعتها بديت اشتغل مع الفريق بتاع صاحبة السعادة من اول لحظة على شكل البرامج وهيبقى البرامج شكله عامل ازاي كنت بظهر كمان في البرامج في الموسم الاول ان كان جزء من البرامج فكت انك تشوف ورشة الكتابة جوه الحلقة بتتصور واشتغلت بعد كده مع مادام اسعاد في الراديو عملت لها برنامج زي ما بقولك كده قعد سنتين في الراديو عملت لها برنامج بعد كده اتعرض في اتزاع في رمضان اللي هو يدوم العز وبالك انت في رمضانين ورا بعض وهي كانت تجربة سرية جدا جدا لان مادام اسعاد يعني شخص طول الوقت اتعلم منه حاجات هي بحس انه ان هي كاتبة ومنتجة وممثلة ومزيعة يعني هي عندها تجرب كتير مثل اخبطة وهي يمكن من الناس اللي قالولي في وقت ملاقات حاول تختار حاجة تركز فيها اكتر يعني مش كل شوية تعمل حاجة غير التانية حاول تركز اكتر وانا شايف انك تركز اكتر في الكتابة اعمل الحاجات التانية اللي بتحبها بس حاول انك تركز في الكتابة اكتر عملت برامج تاني عملت برنامج سهرانين لامير كرارة انا وبنتي للشريف منير اهوت اشرف لاشرف عبدالباقي اقوى ام في مصر يعني عملت فورماتس لبرامج كتير في السنوات اللي فاتت وابتدي تركز اكتر في الكتابة فعملت اول مسلسل كتابتي كان اسمه قارئة الفنجان بما كان مسلسل رعب وبعدين عملت مسلسل خمس حلقات كان اسمه قولي الاحمد ده كان كاميدي في حلوة الدنيا سكر وبعدين شاركت في كتابة الاختيار ثلاثة وبعدين اول مسلسل رمضاني ليا كان الكتيبة ميوح يا دي المسئولية اولا يعني خليني يقولك ما شاء الله جزع الشجرة اللي جنبي ده انت تشهد ده اولا اتنين انه اكتر حاجة من الحاجات اللي عاجباني جدا هي مسألة انك انت مش مركز في الكتابة بتاعتك على نوعية يعني لو ايه انا هكتب رعب انا هكتب كوميدي انا هكتب بطولات وملاحم وملفات مصرية من المخابرات العامة المصرية او الجيش المصري الاخير انا بكتب وده في حد ذاته رائع انا بشوف انه اهتمامي بالكتاب اهتمامي اصلا بالفن جاي من فكرة الحواديث يعني انه كل الحاجات دي انه ممكن تحس انها شغلانات مختلفة بس انا بحس انها هي نفس الشغلان هو ازاي تحكي حدوتها تحكيها بانهي طريقة سواء انك بتخرجها بتصورها بتمنتجها يعني هي ان فكرة تلسرد نفسه صح فبحس ان النوع ده مرحلة تانية يعني فكرة انك تقول ان انا كاتب متخصص فيه كتابة كذا انا حس ان ده قرار صعب قوي يعني الناس اللي بتقدر تقول لنفسها كده دي بتبقى يعني ابطال ان هو عارفه يقوله انه انا مش هكتب غير النوع ده لانه في النهاية انت بتكتب القصص اللي انت قادر انك تتفعل معها وقادر انك تشوفها هتطلع شكلها عامل ازاي دي حاجة لاحقة على فكرة الكتابة وفكرة الحكي تكتب بناءا على المطلوب ولا تكتب بناءا على اللي انت حاسس انك عايز تطلع فيه كتابة وطاقة ودفق من المشاعر الى اخره في الاخر دي ده صراع عند اي فنان اللي هو الصراع ما بين انه هلية لو هي شغلانتك اللي انت بتكسب منها فلوس فانت طول الوقت يبيع عندك السؤال اكتب اللي الناس بتطلبه مني او اللي ممكن يحقق الارباح المالية ولا اكتب اللي انا بس قدر اتفاعل معاه وحس بيه وانا بحس انه الحل دايما انك تقف في منطقة وسط انك تكتب اللي تقدر تتفاعل معاه وتحس بيه بس يقدر انه يحقق لك انك تتواجد وانك تبقى موجود في العالم بتاع الصناعة دي لانك مش دايما اللي انت بتتمناه هو اللي مطلوب ومش دايما اللي مطلوب هو يعني ما تدارش تقف وتقول لا انا مش هعمل الموضوع كذا احيانا كتير جدا لازم تكون واعي للصناعة وواعي للظروف المحيطة بيها وتختار اكتر حاجة انت تكون متقبلة انا بشوف انه صعب قوي انك تكتب حاجة انت مش قادر تحسها يعني صعب قوي انك تعمل فيها حاجة او هي بعيدة عن توقع بعيدة عن خيالك حاجة انت ما شفتهاش حاجة انت ما عاشتهاش حاجة حتى ما فيش اي رابط ما بينك وما بينها اكيد مش هتطلع احسن حاجة وبالتالي كمان هترجع تخسرك على الناحية التانية ان انت تبقى اصلا عملك حاجة تخليك تكسب فلوس حلو انا قبل ما هروح للسؤال اللي جاي انا عايزة استأذنك عايزين نشوف مشهد بالمناسبة من الكتيبة مية واحد وباقينا عايزين نرجع نكمل هزا الكلام هزي الدردشة هزي المناقشة نسميها زي ما تحب تعالوا نشوف مشهد لفتح عبد الوهاب وده عبقري بالمناسبة عبقري مع بقى الارهابيين في الانفق اتفرج على المشهد مبروك يا حكيم العقوات اللي زرعناها على طريق الجورة انفجرت في مضرع للجيش مات واحد وانصابه ثلاثة انا عارف انه مش هذي الغزوات اللي بتفرحك بس ودنا نتفاقل يا حكيم اه ابشر يا دكتور في قلب ايه في قلب ايه بس اه في قلب الرجالة اللي بتموت كل يوم ولا اللي بيومض عليهم الجيش احنا عمرياتنا خايبة بوسامة خايبة لا تزعل مني يا حكيم صارنا شهور بنعيد نفس الكلام الغزوات الكبيرة محتاجة دولار دولار يا حكيم وسلاح واحد يوم الشيخ زويد اللي انا ما كنت راضي عنه وما حدش هورني فيه سعادي ابو ضعاء بيحاول تصحيح الامور الجيش وصل لاخر مزرع تانا انا كنت اعاد فيهم هل هو السنانة بضعاء هنموت كلنا على ما يفكر يقرر واتحرك هنقوموتنا هنقوموتنا كلنا هنه لازم نفكر بنفسنا بنفسنا بوسانا هو عبدالله والد موسي ولو ما قدر هاذ احنا عشينا حياتنا للي جاي هم هم انا صح انا صح مون من ايش بشان كذي ما ودينا قاد مع بعض بعد اليوم انا هنو اليوم من اي اتروح وين اتروح وين يا حكيم الافضل انا دمتعرفش الافضل ابشر ابشر احنا كنا حالا لسا الحقيقة انه زياد هو اللي كان بيلفت نظري الى فتحي عبدالوهاب في المسلسل وقلتلي ان انا هقول له وانت قاعد ليه طبعا وانت موجود قللي كنت بتقول ايه كلمك على فتح ابوهاب الطريقة اللي عمل بيها دور الشخصية الشخصية بتاعت وحيد لو لاحظتها طول المسلسل هو بملامح صارمة ما عندوش تعبيرات ما بينفعلش ما بينفعلش ما بينفعلش اطلاقا واسق من نفسه ثقة رهيبة ما بتقدرش تستقدر تعرف هو بيفكر في ايه او هو حاسس بايه لكن لانه في الحلقة الاخيرة بيبقى هو انهزم في الشيخ زويد ومراته تقتلت ومر عليه سنة في حالة سيئة جدا صحيح فهو المشاهد اللي عاملها في الحلقة الاخيرة عشان يحسسك بمرور الوقت ده وانه شخصيته اتغيرت فجأة بقى عنده تعبيرات بقى باين عليه الخوف بقى باين عليه الغضب فبقى مهزوز مبقاش قادر يحافظ على شخصيته ودي تفصيلة بسيطة جدا بس بتقول قد ايه هو عبقري في تناوله للشخصيات عبقري في تعامله مع الشخصية المكتوبة ازاي هو يبقى يفكر فيها حد تاني احنا مثلا كان احد الاقتراحاتنا عشان ناس تحس بفرق الوقت ده انه هو يبقى دقنو طولت عشان شكلاً سوريا اه طويا دقنو طولت يبقى عدى وقت طويل بس هو اختار انه لا انت ممكن تحس ان عدى وقت طويل تحس انه انا شخصيتي ما بقيتش زي الاول انا تغيرت تماماً بعد ما عدى عليها سنة فيها انا فشلت في كل حاجة ومش عارف اهرب من المصير اللي محتوم اللي موجود وده بالمناسبة اظن الاختيار الاكسر عمقاً والاكسر مودجاً لانه دقنو طولت دقنو قصرت شعره بيض شعره ما بيضش يعني مش دي القصة القصة ايه اللي حصل في شخصيته وفي تركبته نتيجة التفاعلات بقى اللي بدأت تحصل حواليه انهزام وهزيمة واهتزاز ثقة كمان ثقة من نفسه كممثل انه هو مش محتاج وسيلة مساعدة لانه ما هدأ انه بتساعدك انها بتختصر عليك نص المشور طلعاً بس ثقة بالنفس انك تقول انا مش هبقى محتاجها عشان الناس تحس ان انا عد عليها وقت طب انا ده يلفت نظري النقطة وقلتلي من ضمن الاقتراحات هو انتو كنتو بتعمله زي ما كان بيجرى زمامي يقولك بروبة الترابيزة ونعود ده فعلاً بالزبط لانه هو ممكن يكون مسلسل الكتيبة بدأ تصويره في وقت متأخر لكن مسلسل الكتيبة كان مكتوب كله في وقت بدري متراجع ومتعدل وبالتالي كان فيه فرصة انك تشوف كل القصة والممثلي قدروا يشوفوا القصة من بدايتها لنهايتها وبالتالي كان فيه نقاشات كتير ما بيني وما بين سلامة وما بين سلامة وما بين الممثلين حوالين كل التفاصيل لانه كمان لو فيه اي ممثل هيتمرن على حاجة يعني عمر يوسف كان بيتمرن على كل العمليات اللي هو هيبتدي ينفزها فكان محتاجي بعارف طبيعة وشكل العمليات اللي هو محتاج ياخد تدريبات عليها أسرياسين كان محتاجي ان هو يقابل ناس من اللي يشتغلوا على الملف ده ويشوف طريقه كلامهم هم بيحققوا ازاي مع العناصر بتقبض عليها هم بيتحركوا ازاي علاقاتهم بالشكلها عامل ازاي فبالتالي هو شايف القصة كاملة فكل واحد كان شايف دوره بشكل كامل فكان فيه طبعاً نقاشات فنية حوالين هل النقطة دي واضحة هل المعلومة دي محتاجة نأكدها هل محتاجين نغير حاجة في الشكل وكان فيه فرصة كبيرة في دور الدكتور وحيد لأنه هو مستوحى من شخصيات حقيقية لكن هو ما فيش حد في التنظيم كان اسمه الدكتور وحيد فبتالي هو كان فاتح ابوهاب كان عنده مساحة إنه هو يختار هو هيقدمه بأنهي شكل من أشكال الأداء بلسه أنا كنت لسه حاجة أقولك ومين الدكتور وحيد باعتبارك أنت اللي طلعت على الملفات الأصلية هو تقدر تقول إنه هو تلات شخصيات حقيقية في بعض يعني هو مش شخص بعينه لكن هو كذا شخصية فيه فيه تفاصيل من كذا شخصية عشان كده فيه ناس ممكن تقول أيوة ما هو فلان هو اللي قتل عمه آه لا بس فلان هو اللي كان مهرب وانضم للتنظيم لا ما هو فلان دا اللي قتلوله مراته يعني تفاصيله بتخلي الناس ممكن تربطه بشخصيات حقيقية لكن إحنا كنا محتاجين لأدنى من الشخصية اللي هي شخصية المهرب اللي حيتتوافق رغباته مع رغبات التنظيم فيتحول في البداية إنه شايف إنه هو بيستفيد منهم هما بيستفيدوا منه للحظة إنه هو يشوف إنه أنا ممكن أكون أمير للتنظيم دا أو قائد للتنظيم دا تخيل مهرب يتحول إلى أمير يعني أعتقد أنه تنظيم المفروض إنه تنظيم ديني يعني وإنتوا إيه؟ أنا أعتقد أنه الفكرة الدينية دي هي مش فكرة حقيقية في التنظيمات دي هي مجرد خلفية عشان نقدر نحقق أهداف تانية يعني في الآخر خالص الموضوع دا مش رئيسي في القصة وأعتقد أنه ما بينهم وما بين بعض عارفين الفرق ما بين اللي في التنظيم مهتمين يعني حتى يقولك دا شرعي ودول محاربين والمحاربين مش لازم يكونوا عارفين في الشرع قوي لأنه دي مش القضية احنا عبقى نسأل الشرعيين يعني مش كل اللي في التنظيم أصلا مهتمين بالحاجات الفقهية أو بالحاجات الدينية هو في النهاية بالعكس في ناس منهم كتير بالنسبة لهم هي شغلانة يعني حاجة هو بيتقادع أنها أجر وبالتالي ودي تفصيلة كنا احنا مهتمين بتركيز عليها أنه فكرة أنه هو في ناس علاقتها بالتنظيم مرتبطة بالفلوس لأنه ما هي دي الفكرة أنت بتشوف فكرة أنه الفرق ما بين التنظيم القاعدة وحد زي تنظيم الدولة هي فكرة أنه هتم بالدعاية هتم بأنه يبقى عنده إصدارات ويقدم أفلام صحيح هي جزء منها كانت كأنه بيعلن عن نفسه عشان يقدر يبقى عنده يقدر يجند ناس مظبوط إن هو ما تيجي تشارك في الموضوع ده فجزء من الموضوع أنه مش كل الناس متطفقة على الرؤية هو في النهاية أنا هيجي آه هعمل حاجة هاخد عليها فلوس هقتل آه أكيد هو ما عندهش مانع أنه يعمل الحاجة دي بس أكيد الأهم بالنسبة له هو الفلوس هنا عايز أخذ معك برضو كده زاوية إنه شغلك كمخرج وبروديوسر منتج فني للأفلام الوسائقية ده أثر أظن وإنت بتشتغل على الكتيبة مية واحد إنه إنت عندك القبعاتين قبعة مخرج الوسائقيات وعندك القبعة بتاعت راجل بيكتب ملحمة وبالتالي أحداث كتير حقيقية مية في المية شخصيات كتير منها حقيقية مية في المية وشخصيات أخرى زي ما أنت قلت هي مزيج من شخص كانت بالفعل موجودة بس هي مزيج فما بين الواقع وما بين الحتة بتاعت الدراما اللي لازم يحطها الكاتب والمخرج وما إلى ذلك وما بين الحاجات التي لا يجب حتى إنه كان يطلع عليها يد وما أكيد ما تطلعتش عليها ولا حتى المشاهدة هتطلع عليها إنه في حاجة بتبقى كلاسيفايت زي ما بيتقال ده قد إيه فادك شغل الوثائقي فادك وإنت بتشتغل على مية طبعا طبعا كنت مستفيد جدا وإنت تقدر تحس قد إيه الموضوع ممتع إنه إنت تطلع على معلومات يعني حد بيحب الأفلام الوثائقية وميحب الأفلام الوثائقية فكرة إنه قصص لا هي قصص أكبر بكتير جدا وأنا كنت مشغول بأن أنا أعرف أكتر حتى مش في اللي بيدور في اللي إحنا في الزمن اللي إحنا بنعمله اللي هو من أكتوبر 2014 لغصص 2016 اللي كنتم معرفة من 2011 ل2020 لإنه حاس إن كل الحاجات ممكن تبقى مرتبطة ببعض كمان يمكن فادني في حاجة ليها علاقة بفكرة إنه أنا كان من الصعوبة فكرة إنك تكتب حوار لشخصيات حقيقية من الشهداء أو من أهالي الشهداء أو فأنا كنت بدور على عشان أعرف الناس ممكن تقول إيه كنت بدور على التغطيات الإخبارية اللي تعاملت مع أهالي الشهداء في لحظة استشهده فاشتغلت بعقلية الاستقصائي أو إن أنا عايز أشوف زوجة الشهيد أو والدة الشهيد لما في 2015 استشهد لما صوروا معاها كان إيه مشاعرها كانت بتقول إيه انت ممكن تقابلها دلوقتي بس فيه زمن وقت اتهى حاجة تانية في اللحظة دي طبعا عشان كده أقولك مثلا إنه جملة من الجمل اللي كانت موجودة في المسلسل اللي بتقولها والدة العسكري براكات ويمكن العسكري براكات هو برضو مش شخصية حقيقية هو برضو قصة زيج بس أنا تفركت على لقاءات كتير مع أمهات جنود من اللي ماتوا في سينة صورت معاهم القنوات الإخبارية بعد الاستشهاد في جنازتهم لأنه كنت عايز أشوف هي الأم هتقول إيه في يوم زي ده فجملة زي إنه ابني أنا بحبه وإخواته بيحبه والأهل للبلد كلهم بيحبه التراب اللي بيمشي عليه كان بيحبه دي جملة قالتها أم شهيد إنه إن هي كانت أكتر حاجة شغلاها إنها تعرف أنا ابني لما مات كان سلاحه في إيده ولا كان خايف دي أمه دي أمه أمه اللي كانت مشغولة إنها هتعرف أمه اللي كانت طول الوقت بتقول أنا كنت طول الوقت بوصيه أوعد بأجابان أوعد ما تحققفش مع أصحابك أوعد سيبهم وتجري أوعد خاف فدي الأم أنت أعتقد إنه آه أنت كسنرست ممكن تقعد تفكر بس مش ممكن توصل بخيالك إنك تقدم الصورة دي تبقى في الغالب هتخليها حزينة أو منكسرة أو حتى بتقول قدر الله ومشاء فعل أو الحمد لله بس إنك توصل لما حالت أنك تكشف إنه أمه نفسها هي اللي كانت بتقوله أوعد بأجابان أوعد بأخايف أوعد تفضحنا فيمكن استفدت من أن أتفرجت على كل الحاجات يعني كل الحاجات اللي هي علاقة بالجزء بقى اللي هو مش رسمي أو مش العملية نفسها أو مش التغطية الإخبارية ولكن لقاءات مع الناس العاديين اللقاءات اللي مع الناس اللي من أهالي سيناء في 2015 هم بيوصفوا اللي عاشوا اللحظات نفسها عشان شوفهم هم بيقولوا إيه كهربا كان بتقطع ولا الميا ما كانتش بتوصل ولا كان إيه المشكلة طب هم بيوصفوا التكفريين بإيه يعني الوصف بتاع اللي على لسان الشهيدة مها اللي هي الأستاذة وفاق عامر إنه التكفريين أو الإرهابيين دول زي الجربوع الجربوع ده فور صغير كده ديله طويل بيعيش في الصحراء وهو معروف أنه بيطلعش بالنهار بيحفر أنفاء بيعيش فيها طول النهار وبيظهر بس في الليل ده تعبير قاله حد سيناوي على إنه هم زي الجربوع وإحنا بيعيشوا في حين فاق وبيطلعوش غير في الليل يعني أنت ما تدرش تشوفه بالنهار لأنه على طول مستخبي وعلى طول خايف فالفكرة دي كانت الحاجة اللي أنا اشتغلت عليها أكتر إن أنا أدور على مصادر زي ما بيقولوا كده المصادر الغير تاريخية أو الغير رسمية للحصول على معلومات تاريخية صح إنك تحاول إنها تلاقيها عشان تقدر تحكي حكيات فتشوف تفاصيل صغيرة إنه العسكري أبا نوب في صديق لي حكى إنه هو قال أنا مش عايزة أنزل أجازة في رمضان بس أنا عايزة أنزل في الوقفة فنزله زميلي أجازة في رمضان بس أنا هنزل أنا في وقفة العيد فدي تفصيل قالها صديق لي فحلو إن انت تخليها على لسانه في مشهد من المشاه فيمكن أنا ده بشوف إن أنا استفدت وإن أنا عارفت أدور في حاجات ما كانش الطبيعي إن أنت تروح إنك تدور فيها عشان تكتب مسلسل زي ده طب هستأذنك هنشوف مشهد كمان مدى الكتيبة مية واحد وبالمناسبة المشاهد يصلها الحاجات الملحمية دي بتبقى فعلا ممتعة ممتعة وبتخليك تبقى قاعدة عمال مركز وبعدين بذلك بقى في حالة زي حالتي كده أنا والمشاهدين عادين بنسمعك وإنت بتتكلم على صناعة المسلسل وتخلينا بنركز بزاوية مختلفة لما تتفرد تعالوا نشوف مشهد تاني والمشاهد ده اللي فيه عمر يوسف بيتعرض لإصابة ساعة التفجير يهوك وبعدوا عايز نتكلم عنه ولسه فيه سؤال ما كنت عايز أسألوك وانسيته بس هنشوف المشاهد برده نور 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 اصعف اصعف بسرعة رد عليك نور 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 بسرعة اصعف بسرعة نور نور دوريات الجيش بتمسط كل حالة حتة في الشيخ زويد ورفحوا العريش ورجالة مش عارفة تتحرك على فين وفيه رجالة كتير ماتت حتى المصابين مش عارفين ننقلهم ولا نوديهم على فين وبو أسامة وحكيم اختفوا ومش عارفين مكانهم فين الحمد لله حتى لو ماتوا كلهم مش مشكلة دول عبد ربنا وإحنا في أيام مفترجة إحنا عملنا بيان بإننا عملنا هجوم كبير وانسحبنا بعد تدخل الطيران وده خوفا على أهانسينا وأعتقد أن الإخوة فخورين بينا جدا وهينشروا ده على قنواتهم وعلى الإنترنت لأيام مشهور جاية طب نشدد الحراسة هنا؟ لا 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 بتعملش حاجة غير معتادة الجيش الفترة اللي جاية دي هيقابل مجموعات ورجالة بتتحرك في كل مكان وده هيشغلهم أنهم يعرفنا فين لكن إحنا شكلنا كده مش هنعرف نتحرك من هنا والفترة طويلة جدا طيب خليدي هرحم بيك مرة كمان وما يوئي الوقت قرب يخلص وحاجات زي كده بص حاجتينا بصراحة مشغول بيهم جدا حاجة منهم هي مسألة أنت مثلا جالك تليفون ياد إزايك عامل إيه بص إحنا عاوزينك علشان تكتب مسلسل هيتعرض في رمضان وإحنا في ملف معين عاوزينك تيجي وتتطلع عليه ولا أنت مثلا رحت للشركة قلتوني ما جماعة والله أنا عندي تصور على حاجة بتحصل في سينة ومش عارف إيه وإيه إمكانية إن إحنا نعمل حاجات بطولات حقيقية بدل ما نجيب حاجة من خيالي دي الأولين 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 الحاجة تخضت يعني إنهم أكلموني بس هوا ما قالوا ليش في التليفون المسلسل أنا بوصلت قالوا لي إزايك إيه دعمل إيه كويس إحنا عايزين نقعد معاك شوية أنا لو حد قال لي عايزين نقعد معاك شوية أنا ممكن أطب ساكت يعني بالعكس أنا كنت متحمس جدا جدا لأنه هي فرصة أنا بشوف الموضوع بشكل واسع أنت عندك كام مسلسل حربي أنتك في تاريخ المسلسلات في مصر؟ مش كتير كام فيلم؟ برضو مش كتير فرصة ما تتطرفتش؟ أبدا يعني فرصة أنت تشتغل في عمل مبني على أداس حقيقة في قصة من قصة القوات المسلحة حاجة هتعيش ومش متكررة كتير ما عرفش هيحصل تاني إمتى اللي أنا يبقى عندي الفرصة دي فأنا طبعا كان بالنسبة لي قادر أعرف أن الموضوع فيه صعوبة كبيرة فيه ضغط كبير فيه مسئولية كبيرة فيه تحدي كبير فيه تحدي كبير كمان في التنفيذ إنه التنفيذ يقدر يحقق كل اللي هو مكتوب إنك هتفضل تشتغل لحد آخر لحظة قادر أستوعب إنه ده كان فيه ضغط نفسي وعصبي ومجهود وكل حاجة بس هي فرصة استثنائية فبالتالي كانت بالنسبة لي حاجة أكيد أحب إنها تحصل يا فيه حاجات بقى لما أنت يعني يمكن أعتبرت ده آخر سوئر حاضر حاضر فيه حاجات وإنت قاعد بقى وعمال بتقرأ وبتطلع على وصائق وملفات وحاجات زي كده اتقال لك مثلا كذا وكذا 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 ده لمعلوماتك ولكن مش ده اللي هيتعامل في المسلسل فيه معلومات كتير جدا أنت بتعرفها عشان تقدر تتخيل الحاجات ممكن ما تحكيش القصة دي أو ما تحكيش الحاجة دي لكن تبقى موجودة مش في السياق اللي أنت بتحكي عنه عشان أقول لك أنت محتاج أنك تبقى عارف اللي حصل من 2011 عشان تحكي حاجة في 2015 فيه لحظات أنا كنت بقوله أنت ممكن نرجع لللحظة دي يعني نرجع نحكي قصة قديمة عشان أنا حاسس أنها تستحق أنها تتحكي وأنا كنت مهتم معرف كل حاجة وفي العادي كمان أنت لما بتقعد مع أي شخص من الأشخاص اللي كانوا بيخدموا في الفترة دي هو مش عارف يحكي لك إيه بالزبط عشان تعمله في المسلسل هو بيحكي لك كل اللي هو عارفه فيه مرحلة تانية هي مرحلة إيه اللي ينفع يتحكي وإيه اللي غيربعش يتحكي إنه فيه ما هو محدش بيحكي بفلتر طبعاً بس إنت بتعرف كل القصص وبعدين تبيت تشوف إيه اللي إنت هتقدر تحكيه جوه المسلسل إيه اللي إنت نورتني وشرفتني وأنا سعيد جداً إن إحنا تقابلنا النهاردة وحتى إحنا كنا قبل ما نبدأ اللقاء نقلت لك إحنا تقابلنا إمتقتي ده زمان في 2012-2013 في أون تيفي أنا سعيد يمكن حتى وإن كانت مرت عشر سنين أنا لا أتمنى إنه تمر عشر سنين تانيين خلينا نتقابل خلينا نتقابل على الأقل مرة كل شهرين ثلاثة لأنه حقيقي حقيقي إنت شخص رائع تخلي الواحد يحب يكتسبه كصديق مش بس كمؤلف ومش بس كزميل في هذه الصداعة نورت وشرفت ده يعني أنا سعيد إن أنا موجود معاك النهاردة وجهزنا بقى فيلم السيني بقى كده حلو بقى يا رب سيمة أنا عايز سيمة بقى حاضر نورتنا إياه كل الشكر ليك وكل سنوات تغيبين مرة تانية واستنونا ما تسبنوناش إحنا لسه رجعين معاكم نورتنام